تصعيد جديد لدولة الإمارات في محافظة حضرموت ففي تطور لافت هددت كتلة حلف وجامح حضرموت المدعومة من الانتقال باستخدام القوة ضد الحكومة الشرعية في حال إقدامها على تصدير النفط من ميناء الضبة تصريحات جاءت على لسان رئيس اللجنة حسن الجابري خلال مؤتمر صحفي بعد أيام من فتحه معسكر تدريب في وادي وصحراء حضرموت وإعلانه عن بدء تدريب أولى الدفعات العسكرية تحت مسمى قوات دفاع حضرموت هذه الخطوة المتمثلة بإنشاء تشكيلات عسكرية مسلحة أتت تحت لافتة إسناد قوات النخبة الحضرمية والدفاع عن حضرموت رغم الرفض الذي تبديه السلطات المحلية لعمليات التجنيد من أي طرف خارج سيطرة الأجهزة الرسمية من الواضح أن الانتقالية بدأ عمليا بتنفيذ تهديداته لطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة الشرعية والمنتشرة في وادي حضرموت تزامناً مع ذلك أدد محافظ حضرموت فرج البحث الشرعية بمنع دخول الناقلة المخصصة لتصدير النفط من حضرموت قبل تلبية الحكومة جملة من المطالب الحكومة الشرعية من جهة تواصل غض طرفها عن كل هذه التحركات والتهديدات بملشنة المحافظة في الوقت الذي اكتفت فيه السلطة المحلية بالتصريحات الرافضة لأي تشكيلات خارج إطار الدولة دون القيام بإجراءات لردعها في مقابل ذلك كله تواصل السلطات اعتقال العشرات من بينهم قيادات في الاحتجاجات في مدينة المكلة متجهلة الحراك الشعبي المنادي بالإفراج عن المحتجين السلميين وسط هذا المشهد في حضرموت يبدو أن الأوضاع تتجه نحو مزيد من التأزم في ظل رض مكونات قبلية فاعلة لمساعل انتقالي داخل المحافظة التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لكل الأطراف محليا وأقليميا الصمت السعودي إزاء تلك التحركات يراه مراقبون استمرارا لتبادل الأدوار بين أبوظبي والرياض وتنسيقا من أجل الاستمرار في قدم الجغرافية اليمنية وإعاقة كل محاولات استعادة البلاد من بين أنياب الميليشيا